بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صلاةً تغفر لنا بها السيئات وصلِّ على سيدنا محمد صلاةً تبارك لنا بها في الحسنات وصلِّ على سيدنا محمد صلاةً ترفع لنا بها الدرجات وصلِّ على سيدنا محمد صلاةً تفرج بها الكربات وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى على الجنة وكلامي معكم اليوم يا إخواني وخواتي أنه كلنا منحب التغيير ما فيش إنسان مننا يرى الخطأ ويحب أن يستمر الخطأ منشوف مناظر على التلفزيون منكون حاب تتغير منشوف أخطاء في مجتمعاتنا وحابين تتغير منشوف أخطاء حتى في مساجدنا ومصلياتنا وحابين تتغير لما منشوف الكذب لما منسمع الغيبة لما منسمع النميمة لما منسمع أي مشكلة دينية منقول لازم البشر يتغير ولازم الأمانة تحصل لازم العالم توقف الكذب لازم نوقف القتل لازم ولازم ولازم لكن السؤال اللازم نسأل أنفسنا أنت اللي بتسمعني أنت اللي بتسمعيني حاولت تتغير نفسك من نفسك احنا كثير منقرأ آيات في القرآن الكريم لكن سبحان الله لما بسمع الآية وكأنها لغيري يعني لما بسمع قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بقول صح ولازم العالم تصدق ولازم العالم تخاف من الله عز وجل ولازم الناس تبطل كذب لكن نفس اللي بحكي معك أحيان بكذب نفس اللي بسمع الآية يعني بمعنى أنه لما منسمع آيات القرآن وأحكام الله عز وجل وإوعد تقول تعاليم الإسلام الإسلام مش تعاليم الإسلام أحكام تعاليم يعني بتقدر تأخذ منها وترجع البدكية لكن احنا منقول أحكام القرآن أحكام الإسلام أحكام الدين احنا ما فيش عنا شيء اسمه تعاليم الإسلام ولا عنا شيء اسمه رأي الدين عنا حكم الدين لما قاعدين منسمع حكم الإسلام في شيء منقول صح لازم يتحقق لكن السؤال أنت نفسك حاولت تتغير لن يكون عذر لك عند الله لن يكون عذر عند الله عز وجل إنك تقول يا رب العالم كلها كانت هيك أحياناً بنقعد مع شباب ونبدأ نحكي له عن الصلاة بسيري يقول لك يا أخي أنا ما بصلي بس شوف غيري كمان ما بيصلي وبسكر كمان وما بيصلي وبلعب اقمار كمان هو السؤال عندما تقف بين يدي الله ويسألك عن صلاتك أو يسألك عن حجابك أو يسألك عن بر والدينك أو يسألك عن غض البصر أو يسألك عن أداء الأمانة يسألك عن أي حكم فرضه عليك في الدنيا لمصلحتك ومصلحت المجتمع من حواليك ومصلحت أهلك ومصلحت عشيرتك وبلدك ووطنك لما بكر ربنا يسألك عن أي سؤال يا ترى رح ينفع نقول يا رب شوف غيري شو كان يعمل اقرأ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة رهينة معناها محبوسة كل نفس بأعمالها محبوسة بين يدي الله عز وجل ولن ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تقول يا رب الكذبين كانوا كثر أو اللي سرقوا كانوا كثر مش إحنا بنحكيها مرات نشجع على المعصية لما نقول فلان من الناس دخل إلى وظيفته وكان معه سيارة قديمة وبيت متواضع وعفش البيت وآثاث البيت كان بسيط وطلع من الوظيفة زي ما دخل مسكين ما عرفش يدبر حاله مش بنحكيها مرات مش مرات إحنا بنساعد بالكلام هذا على وقوع المعصية لكن السؤال ينفع عند الله عز وجل ينفع عند الله عز وجل لما ربنا يقول لك لماذا سرقت من أموال المسلمين لماذا أخذت من الأموال من المال العام لماذا خنت الأمانة وأخذت لجيبك وأولادك من أشياء ما كانت تحق لك السؤال رح ينفع بين يدين الله عز وجل تقول له يا رب أنا أخذت مئة ألف بس غير أخر مليون أنا يا رب أخذت مليون بس في غير أخر عشر مليون سينفعك بين يدين الله عز وجل لازم تعلمها من الدنيا كل نفس بما كسبت رهينة كل واحد سيحاسب بين يدين الله وحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يعني لا أنا ولا أنت ولا أنت ولا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا بنتك ما منكم من أحد إلا سيخاطبه ربه كفاحا ليس بينهما ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة راح توقف بين يدين ربك ويسألك ويحاسبك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إحنا كلنا من نسمع ومنعرف قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان يأتيه الوالي زي بلغتنا أيام هاي المحافظ لما كان يأتيه الوالي فيجلس بين يديه ويبدأ الحساب اعملنا كذا وجمعنا كذا وجهزنا الجيش الفلان وأنفقنا كذا وعملنا الترعى الفلانية وعملنا القناة الفلانية وعملنا 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 يتكلم بأمور الدولة فإذا انتهت أمور الدولة وطوى الصحف ثم قال كيف أنت يا أمير المؤمنين وكيف أولادك وكيف سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كان يجاوب ولا على سؤال حتى يقوم فيطفئ سراجا ويوقد الآخر فيقول له الوالي لما فعلت ذلك يا أمير المؤمنين طب ما هو الضو هو نفس الضو شو معنى أنك تطفي ضو تولي ضو تاني فيقول إن الأول كان على نفقة بيت مال المسلمين السراج الأول الزيت اللي كان فيه هذا حساب الدولة وطول ما بحكي معك بكلام الدولة وطول ما بحكي معك أنا بكلام عامة الناس والمسلمين وأحوال المسلمين إحنا كنا ضاويين من الضو اللي من بيت مال المسلمين لكن الآن تحكي معي كلام شخصي شو أخبارك وكيف صحتك فيطفئ سراج الدولة ويوقد السراج الذي على نفقته الخاصة لأن الله عز وجل سيسأله لأن الله سيحاسب يوم القيامة لأن الله عز وجل سيوقف يوم القيامة ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة لما نسمع أحكام القرآن افهم إنه حكم القرآن إليك لو كانت الكرة الأرضية كاملة كلها بتاكل ربا أنت ممنوعة تاكل ربا مش رح ينفعك بين يدين الله عز وجل تقول يا رب ما العالم كلها كانت ماخذة ربا يا رب إحنا الشارع اللي كنا ساكنين فيه في عشر بنوك ربا مش رح ينفعك مش رح ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تتعذر بأن أصحاب المعاصي كثر لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تشرب خمر لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تعقل والدين لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تكربة لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تأكل مال الناس عشان هيك يا أخوانا لازم لما نسمع حكم القرآن الكريم نفهم إنه لكل واحد مننا لما رب العالمين بيخاطبك أنت وبيحكي معك أنت أنت شايفني الآن بحكي معك الله يخاطبك الله يتكلم معك أنت الله يقول لك اتقوا الله وكنوا مع الصادقين الله يقول لك وذروا ما بقي من الربة الله يقول لك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الله يقول لك ويل لكل همزة اللمزة الله بحكي معك الله يريد أن يرتقي بأخلاقك يريد الله عز وجل أن يذهب عنكم الرجس ويذهب عننا الأذى ويذهب عننا المعاصي ويذهب عننا السوء عشانيك يا أخواننا لازم لما تسمع آية القرآن الكريم لا تنتظر من الآخرين تطبقوها وإنت آخر واحد قاعد يك وتستنى لما العالم أنت أول واحد يجب أن تكون أول واحد مبادر بس أنا دي أنا بهاك عن نقطة مهمة جدا أنت عارف لو التزمت بأحكام الله عز وجل والناس اتبعتك ومشت وراك أنت عارف لو بكرة الصبح رحت على مكان شغلك ولا على جامعتك ولا على مدرستك ولابس الحجاب أنت عارف شو معنى ذلك أنت نصرت الله عز وجل وإجت واحد من زميلاتك وتحجبت وكنت لابس حجاب أنيق ومرتب ونظيف ومكوي وحبت الحجاب من حجابك وراحت لبسة حجاب أنت عارف شو معنى الكلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء يا سلام لما تيجي بكرة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وتروح حضنيتك وتعرفك على النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذك من إيدك وتخليك تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أبتي سيدة فاطمة الزهراء تقول لأبيها يا أبتي هاي البنت اتحجبوا معاها عشرة هاي البنت لما اهتدت رجعت للدين عشرة لما يجي سيدنا علي ولا الحسن ولا الحسين بكرة ويأخذ بإيدك ويعرفك عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أبتي يا أبتي هذا الشاب لما صلى صلوا معه عشرة يكون عندك هدف أنا كل سنة لازم يكون في عندي هدف مش إحنا التجار ولا الأصحاب المصانع ولا كده بكون عنده التارجت تبع الربح كل سنة لازم يكون في عندك هدف كل سنة في خمسة مصلين كل سنة في خمسة محجبات كل سنة في خمسة تقدم الزكاة لازم يكون لك هدف لازم يكون لك في الحياة وجود لازم تفهم وتعرف أن القرآن الكريم لما بعثه الله عز وجل وأنزله إلينا مش عشان لما أسمع القرآن الكريم أعرف أنه في جنازة مش إحنا هيك ارتبط بأذهاننا الآن لو كنت مارب حارة من الحارات ولا شارع من الشوارع وسمعت القرآن الكريم صوت جميل وعذب لكن السؤال أول ما يخطر في بالك شو بيكون في جنازة عشان يكسرنا لما أسمع القرآن الكريم أول كلمة نحكيها إيش يقول إن لله وإن إليه راجعون في جنازة بس مش عشان الجنازة نزل القرآن عشان تطبق عشان تفتح القرآن الكريم ما هي الآيات الموجودة أول من يطبق الآيات أنت وتكون أنت المبادر ويكون لك أنت السبق وتكون قدوة للآخرين سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه من كثر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العدل وأن الله عز وجل أمرنا بالقرآن الكريم بالعدل التزم العدل لحد اليوم نحكي عن عدل سيدنا عمر لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا في القرآن وجوب الشجاعة إصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لحد اليوم منقرأ عن شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم والجود والعطاء ووجوب البذل لحد اليوم منقرأ عنهم لكن دي أسأل السؤال لو نفسيات أصحاب النبي زي نفسيات أولاد اليوم لو همة أصحاب النبي كانت كهمة أبناء اليوم لو تعامل أصحاب النبي مع القرآن كتعامل أبناء اليوم بالله عليكم القرآن والدين والإسلام بيطلع من مكة انتوا شوفوا شباب اليوم شو بيعمل مستعد يأخر صلاة كاملة أو يضيع صلاة عشان بيلعب شد مستعد يأخر صلاة ويضيع صلاة عشانه بيتابع مسلسل ولا يتابع فيلم مستعد يأخر صلاته كاملة لأنه كان حاط نفس أرقيلة ولا شيشة ولا مش عارف إيش من ملاهي الدنيا والأخ مسلطن وهيك ضايع في الدنيا مستعد تأخر دين وصلاة وعبادة عشان لذ من ملذات الدنيا بالله عليكم يا أخواني بالله عليكم لو كانت نفسية أصحاب النبي زي نفسية شباب اليوم مستهدر ومش سائل وكيرلس وكل المصطلحات اللي في الدنيا موجودة فيه كان الدين طلع من مكة أبدا بس النبي لقى حوله رجال وانت لازم تكون من رجال الدين ونصرة الدين وفزعة الإسلام وتكون انت الرجل المثالي والشاب المثالي والفتاة المثالية الذي يطبق القرآن الكريم على نفسه أولا فيحدث التغيير من الذات لازم نبدأ بالتغيير نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سواء على الجنة ويا رب نكون كلنا سواء على الجنة ما زلت أتحدث في نقطة تطبيق أحكام القرآن الكريم مش رح ينفع عند الله عز وجل أبدا مش رح ينفع الكلمات المتداولة بيننا إن نقولك يا رب أنا كنت عبد مأمور أنا يا رب أمري ما كانش بإيدي أنا يا رب كنت موظف وكان في عندي مدير والمدير كان يأمرني مش ربنا بيقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم طب يا سيدي أنا كنت أطاوع رب العالمين وأطيع المدير مش رح ينفع لو أمرت بالخطأ فطبقت الخطأ أنت شريك اقرأ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مش رح يكون عذر تقول يا رب أنا غصب عني طبقت الشيء الفلان وهو خطأ مش رح يكون لك عذر عند الله عز وجل تقول يا رب أنا كنت عبد مأمور وأنا كنت ازبعار عن موظف صغير وكنت أعمل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مش رب العالمين سماهم الذين تتوفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض احنا كنا موظفين احنا كنا تحت احنا كنا طبقة دون مش ربي العالمين سبحانه وتعالى استنكر عليهم هذا الكلام وما أنجاهم من المسئولية عشان هيك برجع بقول لك لما تقرأ آية في القرآن الكريم أول ما يلتزم فيها أنت عشان هيك لما سيدنا عمر الخطاب قرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى شوف التطبيق سيدنا عمر الخطاب بسافر من المدينة المنورة إلى بيت المقدس ليفتحها وبرجع من المدينة لبيت المقدس شهر ومكف في بيت المقدس شهر وراجع شهر هي ثلاث أشهر وهو غايب عن المدينة فالجيش هو راجع جيش كبير وصحابة ومسافرين ومعهم أدوات وجمال فسيدنا عمر مشتاق للمدينة مشتاق يشوف الرعي ايش عاملين فسبقهم ويدخل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه في نواحي المدينة على مرأة عجوز وساكنة بيت صغير فطرق الباب فاستأذن عليها فدخل سلام عليكم السلام فسألها عن أحوالها وعن أمير المؤمنين فقال لها يا أمة الله كيف تجدين عمر كيف عمر فيه هي لا تعرفه كيف تجدين عمر وبدأت المرأة العجوز تدعو وتدعو 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 عليه قال فيما يا أمة الله ليش تدي عليه فقالت منذ أن وليا عمر ما رأينا أبيضا ولا أصفرا ولا ذهب ولا فضة طيب سيدنا عمر بلشان بالفتوحات ومشغول بالفتوح ومشغول بالفتوح ومشغول بالجيوش ومشغول بالفرس ومشغول بالروم سيدنا عمر شو بعرفه عن أنك مرأة عجوز ساكن في بيت في ضاحية من ضواحي المدينة منورة فقال يا أمة الله يا أمة الله وما يدري عمر بك عمر شو بعرفه عنك أنك هون عمر ماذا يعرف عمر ذهنه مشغول مع الجيوش ومع بيت المقدس ومع الفتوحات مع العراق مع الفرس مع الروم مع الشام وما أدرى عمر بك فقالت سبحان الله يلي أمر المسلمين ولا يعلموا شؤونهم فليعتزل شوف المرأة شو كان جوابها يلي أمر المسلمين ولا يعرفوا شؤونهم فليعتزل فقال يا أمة الله بكم تبيعين ظلامتك من عمر كم أعطيك وتسامحي عمر فطلبت منه 22 درهم إذا بتعطيني 22 درهم أنا بسامح عمر يا كل حاجة 22 درهم قالها أمرك لسه قاعد بحكي معها وإذا بعبد الله ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومجموعة الصحابة داخلين شافوا فرس سيدنا عمر واقف عباب البيت برا فعرفوا أن عمر بالداخل فاستأذنوا ودخلوا فلما وقفوا بين يدي عمر قالوا السلام عليك يا أمير المؤمنين المرأة فاجأت فراحت لطمت وجهها وقالت وي شتمت أمير المؤمنين في وجهه أنا قبل شوي كنت أدعو عليك فقال لا عليك يا أمت الله لا عليك يا عبد الله عن ابنه أعطها 22 درهما راح دفع 22 درهما قال ثم اكتب بيني وبينها صكا هذا ما اشترى به عبد الله عمر ابن الخطاب ظلامته من فلانة ثم اجعل الصك في كفني لما أموت دخل الصك بكفني ثم اجعل الصك في كفني لا تلقاني غدا بين يدي الله فتقول يا رب إن عمر قد ظلمني فإني قرأت قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا سلام لما انطبت القرآن ونفهم إن القرآن يزل إلنا وإن كل آية في القرآن الكريم هي إلك وهي إلك ومش مطلوب مني أستنى الآخرين لطبقه لما أقرأ قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا لازم أنت أول واحد يقول أنا مفيش عندي حسابات بنكية مفيش ربا لازم تحكي لأبوك لازم تحكي لأمك لازم تحكي لأخوك لازم تحكي لجارك أن الله يحارب أهل الربا لازم نترك الربا تطبق ما جاء في القرآن الكريم شف أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه مفيش خمر بعد اليوم فقالوا فأصبحت طرقات المدينة تسيل خمرا كل واحد كان عنده خمر كان زمان الخمر زي المي عندنا زي ما في عندنا خزان مي هم كان عندهم خزان خمر زي ما في عندك أنت العصير وعندك الشراب هو كان نفس الشيء قالوا فلما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلص ما عادش في خمر من اليوم وطالع قالوا فأصبحت طرقات المدينة تسيل خمرا كل واحد كان عنده خزان خمر ولا علبة خمر ولا برنيل خمر ولا حتى شربة خمر كلهم أراقوها في الطرقات وهم يقولون سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فرحنين إنه قدرنا نطبق حكم من أحكام الله مش متأففين لأن الله يقول فلا وربك الله يقسم برب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يطبقوا ذلك الشروط فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كل مشكلة نقول القرآن إشحك فيها ماذا قال الله ماذا قال رسول الله مش القرآن الكريم وأحكام الدين على الفضوية وعلى الميل وعلى الهوى لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في تلك الساعة أنت بتكون مؤمن عشان هيك أصحاب النبي لما أصبحت الطرقات تفيض بالخمور وتسيل بالخمور فرحنين إحنا الله أمرنا ونحن اؤتمرنا الله أمرنا وإحنا نفذنا على فكرة في ناس كثير بيطبق حكم الله عز وجل بس من جوه يتأفف ومن داخله من جوه بيقول ياريت الحكم ما كان هيك ومن داخله من جوه يشعر أنه مضغوط من داخله أن الله أمره بهذا الأمر أبدا أنت مش مؤمن إذا بدك تكون مؤمن تحكم الله وصدرك يرتاح لما أمر الله به وتسلم أن ما أمر الله به هو العدل والحق عشان هيك يا أخوان فيه طريقة للتعامل مع القرآن إحنا مرات منقرأ القرآن في العزيات ومنقرأ القرآن عشان ناخد أجر لكن عند التطبيق اختلف الوضع إحنا نطبق علينا زي ما قال الأجانب كانوا غير المسلمين يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر شو يعني يعني إحنا جوه المعبد اللي الله بديهم نعمله من صليله ومن تسامح ومن تصالح ما داخل المعبد إحنا إنسان محترم وإذا طلعت بره المعبد ولما أخرج بره المعبد اللي بدي أياه بعمله باكل ربا بسرق بظلم اللي بدي أياه أوعي يكون دينك مثل دينهم ما لله لله وما لقيصر لقيصر أبدا إحنا في داخل المعبد داخل المسجد داخل البيت وين ما كنا وبره إحنا نفس الشيء لأنه إحنا في عنا قاعدة بتقول في القرآن الكريم قل إنا صلاتي والصلاة رمز لكل العبادة مش إحنا عنا الخبز رمز للنعمة والصلاة رمز لكل العبادة قل إنا صلاتي ونسكي ومحيايا عيشتي كاملة ومماتي الكل مين لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا أول المسلمين شوف قدرت تكون لازم تكون رجل قد حالك ولازم تكون مسلمة صادقة كل ما ألاقي في القرآن الكريم حكم أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا أخواننا القرآن الكريم مش عشان تآمن بشيء وتترك شيء القرآن الكريم مش معناته ولما تكون لمصلحتي باخد فيه ولما يكون ضد مصلحتي ظاهريا القرآن كله مصلحة لكن ضد شهوتي الدنيوية ضد مصلحتي الظاهرة بترك القرآن الكريم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بصير تفتح القرآن الكريم الآية اللي بتحقق لك مصلحة ومنفعة وهوى ومصلحة شخصية بتطبقها بس الآية التي تعود على أخوك بالمنفعة والمصلحة تروح تتركها أيجوز هذا مش كلامنا ولا طبعنا ارجع مرة ثانية ما وجدته في القرآن الكريم خطاب الله لك وسيحاسبك الله بموجبة واللي بيقول لك الله غفور الرحيم بمشيها يطمعك في غير مطمع ويهون عليك والأمر شديد ويسهل لك دينك مع أنه جاد عشان هيك شو بيحكي القرآن اعرف أنه بكرة السؤال على قدر الإجابة شو بيحكي القرآن الكريم بدك تعلم أن ما سيسألك الله عنه غدا يوم القيامة بحسب ما جاء في القرآن الكريم أمرك بالصدق وغض البصر ومطوا للسانك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أمرنا بالوحدة واعتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا أمرنا بترك الاكتتال وترك سك الدماء أمرنا بحسن الجوار كل القرآن مصالح إلنا يحقق لنا مصالح متبادلة ما تجدوه في القرآن واجب التطبيق ولما بيحكي القرآن بيحكي إلك مش للي جنبك عشانيك يا أخواننا لو كنا عاوزين ندخل الجنة سوا ولو أردنا إننا نحقق غاية البرنامج وشعار البرنامج سوا على الجنة بدي نفتح القرآن شو بيحكي الله في القرآن بدي نطبق الجنة لمن؟ بدي أختم هالسؤال الجنة لمن؟ لله ومدام الجنة لله نزلك الكتاب الذي بموجبه تدخل إلى الجنة مش لو تروح على نادي ولا تروح على مباراة في تذاكر تذكرة دخول الجنة هي القرآن اقرأ التعليمات الواردة في القرآن اقرأ الأحكام الواردة في القرآن اقرأ ما هو موجود في القرآن حسب هذه الأحكام تدخل الجنة لكن لو ما طبقتش ما فيش جنة واوعى حد يطمعك ويضحك عليك ويقول لك يوم القيامة غف مغفرة ومغفرة ومغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا اللي بيتوب للي بيعمل صح للي بيعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الله يتوب عليه لكن يقبل على المعصية بإصرار ما فيش توبة بدنا ندخل الجنة سوا بدنا همتنا تكون عالية ويكون الهدف واضح والطريق واضحة دخولنا للجنة عبر التغيير نغير من ذواتنا وبيكون بعدها شعارنا سوا على الجنة ويا رب اجعل هذا الشعار واقعا وحقيقة مطبقة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم